تلوث خطير ومقلق سيطال المياه وذلك من جراء تعرضها لمواد سامة جدا مما سيهدد حياة الملايين من البشر حولها شخصية إعلامية بيرزة ومعروفة حول العالم أراها تقضي وتفارق الحياة في حدث مؤسف وكبير شبكات الإنترنت سوف تتوقف وتنقطع لفترة زمنية محدودة عن أغلب دول العالم لحدث ما هذا حيصير حيصير رجب نشوف حادثة غرق الغواصة تيتان الغامضة والمؤسفة سوف نراها تتكرر بظروف مشابهة جدا ولكن لن تكون مياه البحر هي مركز الحدث هذه المرة بل أراها تتكرر وتحصل على سطح القمر أو في الفضاء الخارجي وبيزهب ضحيتها عدد من رواد الفضاء بالأسف سيشهد للعالم حادثة كونية مخيفة وخطيرة وذلك بسبب استدام نايزك تخمه كبير يضرب الأرض ويسبب كارثة وهلع بشري مخيف سنسمع عن أقدام أحد رؤساء أو كيادات العالم على الانتحار وتحت ظروف وأسباب غامضة جدا ومثير للجدل وهالشخصية معروفة عام الوفيات والكوارث والرحيل أخطر ما توقعته سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف للعالم في عشرين خمسة وعشرين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف ومجموعة من أهم توقعاتها العربية والعالمية أفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات أما لو أنت جديد معنا في رد الوقتي تشرفنا بالاشتراك في القناة ومتنسى تفعل الجرس علشان توصل لكل فيديوهاتنا أول بأول ليلة عبداللطيف بتتوقع أن الإكوادور حتكون أمام تطورات أمنية وسياسية بارزة جدا وده حيضع الإكوادور على شفير الحرب وأضافت إلى مواجهة حالة عارمة من الفوضى والغضب بتسيطر على الناس في الشارع وسنرى المسلحين يقتحمون محطة التلفزيون العامة في مدينة جوايا كيل واللي بتقع جنوب غرب الإكوادور وقالت إن هؤلاء المسلحين سيحتجزون بعض من رجال الصحافة وموظفي محطة التلفزيون كرهائن وأيضا سنرى عملية تفجير بيقوم بيها بعض الملثمين وحيقوموا بتفجير سيارة شرطة ولا أستبعد أن يقوموا بخطف عدد من رجال الشرطة سيكتشف الأطباء والعلماء مصل لجميع أنواع الفيروسات حتى أمراض السرطان بدون أي أثار جانبية لهذا المصل على المرضى يظهر ما بين العشرين خمسة عشرين والعشرين ستة وعشرين سلالة جديدة من وباء كورونا أراها تكتيح بعض الدول وهي أتي لا محالة وتسبب موجة من الخوف والقلق في عدد دول حول العالم هنشهد حادثة مؤسفة جراء جريمة بتطال أحد أكبر البنوك باعتداء مباشر مع حدوث تفجير إرهابية على أحد هذه البنوك وسنرى أن إيران تشتعل ومصير الأموال في مهب الريح إحدى المنتجعات السياحية في لبنان بنراها تتعرض أو تشهد عملية إرهابية بتأدي لمقتل عدد كبير من الناس وحنرى حالة من الهلع والذار بتسيطر على هذا المنتجع إحدى الدول العربية بتتخذ قرار بتعليق جميع رحلات الجوية من الداخل والخارج لحدث ما خلال الأشهر القادمة اكتشاف طبي مذهل لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية منها الزهايمر خلال العشرين خمسة وعشرين والاكتشاف ده بيعطي كتير والكتير من الأمان لكبار السن بتمضية ما تبقى من العمر دون معاناة من داء الذاكرة سنرى من خلال شاشات التلفزيون إحدى الشعوب وهو يحمل جثمان رئيسه أو قائده على الأكتاف في العشرين خمسة عشرين من خلال ما تم هيب وحشود غاضبة في الشارع تهتف باسمه وترفع صوره عاليا نار وحرائق وفوضاع على إحدى محطات التلفاز بسبب أحداث مؤسفة ووسئ الإعلام بتتضامن وتستنكر وتنقل الخبر ولا أستبعد أن تكون في دولة عربية كارثة المجاعة بتضرب بعض الدول العربية ونرى روسيا تساهم في دعم لبنان وغير لبنان بالمواد الغذائية الضرورية في المرحلة المقبلة حادثة قطار مؤسفة تودي بحياة الكثيرين وسوف تكشف التحقيقات بأن هذا الحادث مفتعل ومدبر بهدف اغتيال أو قتل شخصية مهمة كانت علامتنا هذا القطار في أوروبا أو بريطانيا مليارات الدولارات حيتم تجمدها في البنوك وده بسبب رجال أعمال عرب وغير عرب خلال العشرين خمسة عشرين بسبب عمليات تبيض الأموال التابعة للشركات الوهمية حول العالم مما يتسبب في حدوث ضجة أعلمية واسعة وده بسبب بروز أسماء كبيرة وصادمها في هذه العملية الانقسامات البارزة في العشرين خمسة عشرين بين عهد الدول العربية وأجنبية بتأدي لاندلاع شرارة حروب أهلية وصراع كبير وده حيسب بخراب ودمار وسنرى أعداد كبيرة من الناس تهرب إلى الأماكن الأمنة بالإضافة لارتفاع عدد النازحين للآلاف سوف تواجه بعض مصارف العالم في العشرين خمسة عشرين ظاهرة خطيرة جدا وهي عبارة عن برامة قرصنة بتقودها شبكة كبيرة من الخارج وهي شبكة منظمة وتستعمل أسليب زكية وحديثة يصيب اكتشافها بسهولة وسوف تركز نشطها على بنوك عربية وغير عربية والإنتربول الدولي يتدخل ويحقق نتائج مهمة ويكشف مكان أعمال ونشاط هذه الشركة ويقوم بحماية البنوك ويمنعهم من عدم السقوط في الفخ عيادات التجميل اللبنانية للأسف تعود للوجهة من جديد وحتشتعل الفضائح وتطال بعض الأطباء المزيفين كما سنرى عيادات مراكز التجميل تقفل بالشمع الأحمر بسبب الشهادات أو الرخص المزورة وبسبب بعض الأخطاء الكبيرة والمؤذية التي ستؤدي إلى عدة أعراض خطيرة جراء العلاجات والحقن الخاطئة خصوصا في لبنان وأيضا سوف يطال هذا الأمر بعض الدول العربية شركات وهمية للأسف سنراها تتسبب في تجاوزات في دول عربية وشركات وهمية يمتهنون النصب سنسمع عن حدوث عدة اشتقاقات في صفوف بعض التنظيمات الإسلامية ومنها الإخوان المسلمين جراء بعض التطورات والأحديث القادمة في المراحل القادمة سيشهد العالم كصوف مرعب ومقلق وغريب ويسير الخوف والبلبلة خلال المراحل القادمة أيضا وكمان استعمال السلاح الكيميائي على أرض أحد الدول ولا سيؤدي لكارثة كبيرة وفضيحة بتطال أحد أجهزة المخابرات البارزة بسبب هذه الكارثة سنرى مشاهد سرقة وقتلة في عدد من الأماكن المقدسة مما سوف يؤدي لانتشار حالة من القلق والاستنكار والتأهب وسنرى قوات من الشرطة والجيش تنتشر وتحمي هذه الأماكن المقدسة سنرى ونسمع عن خبر وفاة بيتحول لمناسبة للاحتفال بدل الحزن والحداد وأرى الفرح بعم الشوارع عند انتشار خبر وفاة أحد الزعماء أو إحدى شخصيات القيادية البارزة عشرين خمسة عشرين بيحمل أجواء الخوف والهلع على بعض المطارات والمرافق الحيوية ومحطات القطار في العالم بسبب حدوث كوارث طبيعية وغير طبيعية بتضرب هذه المرافق كمان هذا العام سيكون عام سقوط ورحيل الكبار من أهل السياسة وعام رحيل الكبار من أهل الفن وعام نشهد فيه اعتزال مفاجئ لبعض الوجوه الفنية وأسماء كبيرة وبارزة لشخصيات أو مشاهير بتختفي عن الوجهة الإعلامية بسبب الاعتزال أو الوفاة السماء تهدد الأرض والمشهد لن يكون طبيعي أبدا والمشاهد المفاجئة على وسائل الإعلام ستكون صادمة ومخيفة مما سنسمع عن اكتشاف للحياة يصل إليه العلماء على كوكب شبيه بالأرض وقد يرفض العالم أو الاتصال خارجي من الأرض وسيكون العالم في حالة من الترقب كمان عشرين حمسة عشرين هي سنة الاستقالات والغياب البارز والمفاجئ لعدد من الشخصيات السياسية من رؤساء ووزراء ونواب وقيادات بارزة خاصة في بعض الدول العربية ومنها تونس والعراء متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أكتر ما توقعته سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف بشكركم جدا على حصة متابعتكم وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم في أمان الله